اليوم رح نطبق مع بعض كيكة الشوكولات بموس اللوتس وصوص الكراميل رح نتعلم كيف نغلف الكيكة بكريمة الزبدة ونسقلها بحواف حادة زي ما انتوا شايفين بالفيديو وغيرها من الأسرار والمعلومات في هذا الفيديو فأهلا وسهلا بالجميع صوص الكراميل هذا أنا عملته في شورت ورح أنزله فيديو كامل دوبت كريمة اللوتس بالمايكروويف وهذا بس كوت اللوتس طحنته ورح أبتأ بكيكة الشوكولات إذا كانت الكيكة مقسمة أم الطعام ما مشكلة ما تخافوا حطوها مع التسآية ما رح تبين أبدا في التقطيع بالإضافة إلى وصفتي الخاصة لموس اللوتس رح أنزلها بفيديو قريب شغلة مهمة كتير أنه أحاول أقسم الموس أنه كل طبقة والطبقة الثانية يكون بينها كمية متساوية من اللوتس أو من الحشوة طبعا أنا استخدمت مغرفة الطعام وحطيت ما بين كل طبقة وطبقة تقريبا مغرفتين طعام الآن بس كوت اللوتس المطحون رح أحطه كطبقة وبعدين رح أستخدم صوس الكراميل اللي رح أنزله في فيديو مقبل بالنسبة للتسآية أنا استخدمت معلقتين من كريمة اللوتس وحطيت عليهم تقريبا كوب ماء مغلي وحركتهم وستعملت هكا تسآية لكيكة الشوكولات طبعا رح أفضل أني أحط الطبقات لحتى أخلص من الكمية ومعلومة مهمة كمان حتى ما تختلط عندي الأطعمة حطيت في طبقة موس الكراميل والطبقة الثانية كانت موس اللوتس لحتى كل طعم يفرق عن الثاني وبنفس الوقت يكونوا كلهم متجانسين بعد ما خلصت الكمية كاملة رح أغلفها وأتركها بالفريزر ليلة كاملة في الفيديو السابق نزلت طريقة عمل كريمة الزبدة طريقتي الخاصة طريقة رائعة جدا سهلة وفي نفس الوقت هاي الكريمة بقدر أعيد استخدامها أكتر من مرة وناعمة جدا طعمها لذيذ جدا وفي نفس الوقت سهل التعامل معها ارجعوا للفيديو شوفوه اتركوا في صندوق الوصف بعد تفريز الكيكة تقريبا ليلة كاملة هذا هو شكلها بعد ما طلعات طبعا الهدف من هذا الفيديو أنه أفرجكم كيف منقدر أنه إحنا نغلف الكيكة بكريمة الزبدة ونسقلها ونعمل حواف حادة بالنسبة للحشوات والموسات إذا بتحبوا أنكم تعرفوا مقاديرها أو تتعلموها اكتبوا لي بصندوق الوصف ورح أنزلها بفيديوهات منفاصلة بالنسبة لكريمة الزبدة أول طبقة رح أعملها لحتى أتخلص من الفتاة الموجودة على جوانب الكيكة لحتى لما أحط الكريمة البيضة تعطيني كريمة نظيفة خالية من فتاة الكيك هيك أول طبقة ما استخدمت فيها أي ملونات هذا لونها الطبيعي بدون أي إضافات أو ملونات رح أغطيها طغطية كاملة بهاي الكريمة وبعدين رح أحطها بالفريزر تقريبا 15 دقيقة لحتى تجمد وتعطيني سطح بارد إنه لما أحط الطبقة النهائية من كريمة الزبدة تكون سهل إنها تمسك فيها هنا عشان عندي كمان في تقريبا طبقة تانية من كريمة الزبدة رح أحاول أخفف من كريمة الزبدة هاي وفي نفس الوقت أسقلها إنها تعطيني جوانب ناعمة اسموثة لازم يكون واقف عموديا على البورد وبحرك البورد بالطريقة اللي أنتوا شايفينها رح أجمدها 15 دقيقة وبعدين رح أبلش بإضافة الكريمة السوداء هنا رح تكون الكيكة نصها أسود ونصها أبيض وهذا لهدف إنه في الفيديو القادم رح أوريكم كيف إنه منحاول إنلون الكريمة باللون الأسود الغامئ بدون استخدام أي أصبغ أو ملونات وبالفيديو السابق تبع الكريمة فرجيتكم كيف منقدر إنلون الكريمة باللون الأبيض ناصع البيض رح أغطي الكيكة تغطية كاملة زي ما أنتوا شايفين لحتى أخلص من كل الكمية وما يبقى عندي أي فتحة أو أي مكان فاضي ما فيه موجود فيه كريمة وبعدين رح أملسها بالسباتيولار وبعدين رح أستخدم السموثر بإني أحاول إني أنا أسقل الجوانب وأناعمها من جميع الجوانب معلومة جدا مهمة أنا رح أظل أغلف بالكيكة لارتفاع 1 سانتي أو 2 سانتي فوق مستوى الكيكة رح أقول لكم السبب بعد شوي الآن رح بالسباتيولار أو بالسموثال زي ما أنتوا شايفين أو بأي أداة رح أحاول إني أنا أععم جوانب الكيكة وهذا رح يبين لي إذا فيه أي ثغرات أو فتحات لسه ما فيها كريمة رح أضيف فيها المرحلة الأولى نعمت الجوانب الآن رح أناعم الوجه تبع الكيكة من فوق بالطريقة اللي أنتوا شايفينها هلأ في عندي فراغات زي ما أنتوا شايفين هادي رح أحاول أعبيها باللون المناسب إليها عند الأسود رح أحط أسود وعند الأبيض اللون المناسب إليه وزي ما أنتوا شايفين رح أعبي جميع الفراغات ما رح أترك ولا فراغ الآن السموثر واقف عموديا إيدي ثابتة وبحرك البورد اللي تحت لحط أسقل جميع الجوانب رح أتركها بالفريزر كمان 20 دقيقة ولما تجف تماما زي ما أنتوا شايفين رح أستخدم سكين حادة وقبل لش أتخلص من الزوائد شايفين السبب اللي قلت لكم قبل شوي لازم يكون في 1 سنتي أو 2 سنتي فوق ارتفاع الكيكة هذا هو السبب لأنه بيكون عندي زوائد هادي رح أتخلص منها بأداة حادة وبالتالي رح أحصل على الحواف الحادة الآن العملية بدها شوي تصبر كيف رح أحاول إني أحف من فوق باستخدام السموثر بالطريقة اللي أنتوا شايفينها ما بوصل للحفاف أبدا من النص وباليف من النص وباليف بكون بهاي الطريقة حفيت جميع الجوانب وبنفس الوقت ما كسرت الحواف اللي بتكون قدام أورة بس أنا هون قاعدة بحاول إني أحف بالجوانب وعن طريق إني أعيد هاي أو أكرر هاي العملية رح بعد فترة تنحف جميع الجوانب الموجودة عندي طبعا هون بلش بيّن عندي إذا في أي فراغات برجع بعبيها مرة تانية وبكرر العملية اللي خبرتك عنها قبل شوي تنعيم الكيكة أو التغليف بكريمة الزبدة أو حتى بالجناج بده طولة بال في الأول بيكون ياخد معك وقت بس بعدين بعد الممارسة وبعد ما تعملوها أكثر من مرة بيصير عندكم بشكل سهل كتير وما بياخد معكم أبدا وقت طبعا أنا رح أبقى على هذا المنوان لحتى أحصل على النتيجة المرضية أهم إشي أهم إشي إنه إيدي ما تتحرك تظلها ثابتة ولكن اللي بيتحرك هو البورد السفلي بأحف من الجوانب وبرجع مرة تانية بحف الوجه لحتى أحصل على نتيجتي وهنا رجعت مرة تانية أحاول إني أظهر الحواف الحادة بتنعيم الوجه وآخر مرحلة تقريبا إنه رح أرجع نعيم الجوانب لحتى أحصل على النتيجة المرضية اللي حابب إنه يعرف كيف بدنا نلون كريمة الزبدة باللون الأسود بدون استخدام أي ملونات أو أصباغ يتابعني في الفيديو القادم هذا هو الشكل النهائي حواف حادة ناعم جدا كيكة رائعة جدا جدا ملسا هون رح أضيف هيكة تاتشي صغير ناعم رح أضيف أوراق اللون الذهبي لحتى بس أفرجيكم إنه ممكن عن طريق حتى تزيين بسيط أحصل على كيكة فخمة وحلوة طبعا بتقدروا اضيفوا الديكور اللي أنتو بنسبكم أو اتغيروا في الديكور على حسب ذوقكم هيك الكيكة صارت تقريبا جاهزة عندي منقدر نضيف توبر منقدر نضيف ورود على حسب طبعا الذوق أتمنى يكون الفيديو عجبكم أتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة فيه اللي عنده أي سؤال أو استفسار يكتب لي ورح أرده لي بأقرب وقت واستنوني بفيديو جديد وشكرا شكرا على المشاهدة